صار واضح لديكم من خلال هذه النماذج من الأمثلة من دعاء من زيارة من رواية من حديث هذه النماذج من الأمثلة تخبرنا أن محمداً وآل محمد يعتريهم النقص ولذا هم بحاجة إلى تكميل ومن جملة أسباب التكميل هذه دعاء لهم دعاؤكم لهم صلاتنا عليهم فحينما نصلي عليهم وحينما ندعو لهم فإن ذلك يكون سبباً لتكميلهم لرفع درجتهم لعلو منزلتهم هذا الموضوع موضوع حساس مناقشته في حلقة في حلقتين لن تكون كافية ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه سأتناول الموضوع من ثلاث جهات الجهة الأولى سأأخذ لكم مثالاً مصغراً من سيرتهم من سيرتهم العملية في مثل هذه الموضوعات أتحدث عن أسلوبهم عن طريقتهم في التعامل مع هذه الموضوعات الحساسة هذه الجهة الأولى والجهة الثانية سأقوم بعملية عرض لبعض هذه الروايات والأحاديث على الكتاب الكريم العرض على الكتاب الكريم له مرتبتان هناك عرض جزئي خاص وهناك عرض كلي تفصيلي ما سأقوم به هو من النوع الأول من العرض الجزئي الخاص لأنني سأسلط الضوء على جهة معينة أما العرض الكلي التفصيلي هذا سأقوم به يوم غداً سأجعل الحلقة بكاملها لهذا الموضوع لكنني في هذه الحلقة بعد أن أضع بين أيديكم صورة مصغرة من سيرتهم العملية في التعامل مع مثل هذه الموضوعات أنتقلوا بكم إلى عرض جزئي خاص لبعض هذه الأحاديث على الكتاب الكريم أما العرض الكلي التفصيلي فإنني سأتركه لحلقة يوم غد الجهة الثالثة سأعرض لكم قاعدة المحكم والمتشابه من قواعد التفهيم العلوي وسأقوم بتطبيق هذه القاعدة على ما بيدي من الأحاديث والروايات إذن هذه ثلاث جهات نبدأ من الجهة الأولى صورة مجزة من سيرتهم العملية في مواجهة هذه الموضوعات وأقرأ عليكم من الكهف الشريف صفحة 282 باب نادر فيه ذكر الغيب الحديث الأول بسنده عن معمر بن خلات قال سأل أبا الحسن الحديث عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه سأل أبا الحسن رجل من أهل فارس من الذي يحدثنا معمر بن خلات يقول سأل أبا الحسن يعني إمامنا الكاظم صلوات الله عليه رجل من أهل فارس فقال له أتعلمون الغيب يعني محمدا وآل محمد أتعلمون الغيب قطعا هذا المصطلح مصطلح الغيب الناس تختلف في فهمه أكثر الناس يستعملون هذا المصطلح في معلومات عن حوادث مستقبل الأيام بينما الغيب معنا وحسع جدا يرتبط بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل بل هو يتجاوز الأزمن حينما يكون الحديث عن الغيب فإن الغيب يتجاوز عالم الشهادة وعالم الشهادة سيكون نقطة صغيرة في حاشية من حواش عالم الغيب على أي حال أنا والروايات لا أريد أن أتوغل في أغوار هذه المضامين العميقة جدا رجل من أهل فارس يسأل إمامنا الكاظمة صلوات الله عليه أتعلمون الغيب فقال من الذي فقال 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 إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال أبو جعفر عليه السلام إمامنا الكاظم يحدث هذا الرجل الفارسي بحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليهما فقال فقال إمامنا الكاظم قال أبو جعفر يبسط لنا العلم يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم وقال سر الله عز وجل أسره إلى جبرائيل وأسره جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وأسره محمد إلى من شاء الله فجبرائيل هو الذي يعلم محمدا جبرائيل عبد من عبيد محمد على أي حال نحن والأحاديد هذه صورة من صور سيرتهم العملية فهذا رجل من أهل فارس قطعا من شيعتهم لو لم يكن من شيعتهم لما سأل هذا السؤال أتعلمون الغيب ولما أجابه إمامنا الكاظم بجواب عن باقر العلوم فهكذا أجابه الإمام الكاظم بجواب من أجوبة إمامنا الباقر يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم فعلمهم علم ناقص وبالتالي فإن منزلتهم منزلة ناقصة فمدار المنزلة مدار العلم ومدار العصمة مدار العلم إذا ما نقص العلم نقصت العصمة في الباب نفسه إنه الحديث الرابع بسنده عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام يعلم الغيب فقال له ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك عمار الساباطي يسأل الإمام الصادق عن الإمام عن الإمام المعصوم عن محمد وآل محمد عن الإمام يعلم الغيب فماذا قال الصادق فقال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك لاحظوا الجواب الذي أعطي للرجل الفارسي من أن الأمر ليس بعيديهم يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عن فلا نعلم فإن أمر علمهم ليس بأيديهم يبسط فعل مبني للمجهول يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عن فلا نعلم بينما في الإجابة هنا لما سأل عمار الساباطي الإمام الصادق عن الإمام يعلم الغيب قال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك فعلمهم بحسب ما يريدون إنها أجوبة بعسب المتلقي هذه أمثلة رواية وهي الثالثة في الباب رواية مفصلة مهمة جدا بسنده عن سدير عن سدير الصيرفي قال كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير وهؤلاء من خواص الصادق صلوات الله عليه السدير يقول كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله في مجلس أبي عبد الله يعني في المكان الذي يعقد فيه مجلسه في مجلس أبي عبد الله إذ خرج إلينا وهو مغضب لم يكن جالسا في ذلك المجلس المراد من المجلس هذا التعبير هذه الصيغة مجلس مجلس يقصد منه مكان الجلوس ويقصد منه زمان الجلوس ويقصد منه حدث الجلوس فهذه الصيغة صيغة مفعل أو مفعل في علم الصرف تعطي معنى المكان تعطي معنى الزمان وتعطي معنى الحدث مجلس الصادق قد يراد المكان هذا يفهم من خلال السياق والقرائن مجلس الصادق قد يراد الزمان الذي عقد فيه مجلسه وقد يراد المكان الذي عقد فيه مجلسه وقد يراد الحدث المجلس نفسه بغض النظر عن الزمان والمكان وحتى لو أخذنا بالاعتبار في النظر الزمان والمكان لكن النظر الأول للحدث فهنا حين يقول كنت أنا وفلان وفلان في مجلس أبي عبد الله يعني في مكان مجلسه الإمام لم يكن موجودا إذ خرج إلينا وهو مغضب إذ خرج إلينا وهو مغضب وهو مغضب هناك من أغضبه إذ خرج إلينا وهو مغضب هناك من أغضبه أغضب الإمام الصادق صلوات الله عليه فلما أخذ مجلسه فلما أخذ مجلسه هنا الكلام عن الحدث فإنه جلس في مجلسه في مجلسه يعني في مكان جلوسه فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جارية فلانة لأنها ربما أساء لقد هممت بضرب جارية فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي بيوت يعني غرف فما فما علمت في أي بيوت الدار هي هناك من مراجع النجف وكربلاء وهناك من خطباء النجف وكربلاء يقتطعون هذا المقدار من الرواية ولا يكملون الرواية ويستدلون بها على أن المعصومة على أن الإمام أتحدث عن محمد وآل محمد لا يعلم الغيب يقتطعون هذا المقدار من رواية طويلة سأقرأها عليكم يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جارية فلان فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار بيوت يعني غرف هذا الكلام أين كان في مجلس الصادق المراد من المجلس يعني الصالة المفتوحة لكل من يأتي لزيارة الإمام الصادق هو مكان للقاءات العامة قال سدير فلما أنقام من مجلسه وصار في منزله فهذا المجلس خارج بيته السكن كما يعبر عن البراني كان في البراني كان في المكان العام الذي يلتقي به مع كل الناس فهذا حديث مسموع يسمعه الجواسيس والأعداء ويسمعه الأصدقاء الحمقى أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى ودقق النظر فيها وقارنوا مع الإجابات المتقدمة الإمام الكاظم أجاب الرجل الفارسي من شيعته بجواب باخر العلوم يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم الأمر ليس بأيديهم علمهم ليس بأيديهم والصادق أجاب عمار الساباطي حينما سأله عن الإمام يعلم الغيب فقال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك هنا الإمام نفى المعنيين نفى أن يبسط لهم فيعلمون ونفى أنه إذا أراد أن يعلم الشيء فإن الله يعلمه بذلك وإنما قال هكذا يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب نفى علمه بالغيب مطلقا لا بمستوى ما أجاب إمامنا الكاظم الرجل الفارسي ولا بمستوى ما أجاب إمامنا الصادق عمار الساباطي يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار في أي غرفة قال سدير فلما أن قام من مجلسه من المكان العام وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب قال فقال الإمام هنا تحدث بأسلوب آخر مع سدير قال فقال يا سدير ألم تقرأ القرآن قلت بلى قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال قلت جعلت في داك قد قرأته قال فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب قال قلت أخبرني به قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب من علم الكتاب كله قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر المراد من البحر الأخضر هو المحيط الواسع المراد من البحر الأخضر بالدقة هي المساحة المائية في كل الكرة الأرضية هو هذا البحر الأخضر قسمت إلى محيطات إلى بحار المراد من البحر الأخضر هذا المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة المراد من البحر الأخضر المساحة المائية في كل الأرض هذا هو المراد من قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر الحديث عن آصف ابن برخيا كان كان يعلم حرفا واحدا هذا الحرف الواحد هو قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر بالقياس إلى علم الكتاب كله المضمون الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أن حروف الإسم الأعظم ليست متساوية لو كانت متساوية لما قال الإمام الصادق هذا الكلام لأنه مر علينا أن عدد حروف الإسم الأعظم الذي يعنون بعلم الكتاب في القرآن أن عدد الحروف ثلاث وسبعون حرفاً أن عدد الحروف ثلاثة وسبعون حرفاً ثلاثة وسبعون حرفاً إذا أردنا أن نقيس حرفاً واحداً إلى البقية فلا يذكر هذا القياس بهذا التصوير قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر هذا يعني أن الحرف الواحد الذي يعلمه أحصف لا قيمة له مع الحروف الأخرى التي تشكل الأسم الأعظم الذي هو علم الكتاب كله قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب قال قلت جعلت في ذاك ما أقل هذا ما أقل ما يعلمه أحصف ما أقل هذا فقال يا سدير ما أكثر هذا ما أكثر هذا بالقياس إلى علمكم ولكن بالقياس إلى علمنا ما أقل هذا فقال يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال قلت قد قرأته جعلت في ذاك قال أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أمن عنده علم الكتاب بعضه قلت لا بل من عنده علم الكتاب كله قال فأومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا يكرر الكلام مرتين هذه الرواية هذه الرواية تلغي ما مر علينا من الروايات مما جاء في جواب إمامنا الكاظم لذلك الرجل الفارسي وما جاء في جواب إمامنا الصادق لعمار الساباطي وما مر علينا في الروايات التي قالت وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد الرواية هنا إمامنا الصادق يحدثنا فيها من أن علم الكتاب كله في صدره هذا يعني أن الحروف الثلاثة والسبعين بتمامها وكمالها في صدره الشريف فكل هذه الروايات قد تلاشت هذه صورة مصغرة من سيرتهم العملية في بيان الأجوبة تارة بحسب التقية مع الأعداء وأخرى بحسب التقية مع الأصدقاء وأخرى بحسب التعليم والتربية والتدريب وأخرى بحسب المدارات وفقا لمراتب عقول المتلقين وأخرى بحسب الثقافة الشائعة إن كانت شائعة في الوسط الشيعي أو في الوسط غير الشيعي وهناك أسباب وأسباب وأسباب أخرى فالمعصوم يتحدث بالعديد من الألسنة هذه ألسنة عرضتها بين أيديكم والحكاية المفصلة التي رواها لنا سدير بيّنت لنا من أن الإمام حينما كان في مجلسه العام تحدث بأسلوب وحينما دخل إلى منزله تحدث بأسلوب حتى حينما دخل إلى منزله فإن الإمام قام بمقاربة فالإمام ما قال لسدير الصيرفي من أننا نعلم الغيب بشكل مباشر أتعلمون لماذا لأن سديرا الصيرفي وإن كان من المخلصين لكنه ما كان كاتما للأسرار ولذا كان الإمام يقول عن سدير عصيدة بكل لون سدير يتحدث عن سدير الصيرفي من أنه عصيدة بكل لون ما كان كاتما للأسرار العقائدية سدير هذا كان كاتما للأسرار السياسية والاجتماعية لكنه ما كان كاتما للأسرار العقائدية لا أريد الخوض في تفاصيل شخصية سدير إن إنما الحكمة واضحة وجلية في سيرتهم العملية حينما تتنوع الأجوبة فتلاحظون أن الإمام الكاظم أجاب الرجل الفارسي من أن العلم يبسط لنا فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم الأمر ليس بأيدينا لا ندري متى سيبسط لنا العلم ومتى سيقبض عنا الإمام الصادق لما سأله عمار الساباطي هل أن الإمام يعلم الغيب قال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله الإمام الصادق في المجلس العام نفى أن يعلم الغيب مطلقا لما دخل إلى منزله وسأله سدير الصير في أجابه بمقاربة وجاءه بالآيات التي تحدثت عن آصف الذي يعلم حرفا واحدا من علم الكتاب وعن الآية التي تحدثت عن عالم بعلم الكتاب كله قل كفى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب والإشارة إلى أمير المؤمنين في أصل الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذه صورة من سيرتهم العملية وإن كانت صورة موجزة مختصرة لكنها توضح السبب في ورود ما ذكرته لكم من نصوص في أدعية أو زيارات أو روايات أو أحاديث تشير إلى نقص عندهم وتشير إلى تكميل ينالونه بسببنا بسبب دعائنا بسبب صلاتنا عليهم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر